اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الدهن في الخلايا الدهنية فالفيتامين D دور مهم كل شي تيعرف علاش حيث تتبيهة الكالسيوم على العدم دونك هي مهمة بزاف النمو والعظام مهمة بزاف الصحة الأسنان حتى الولادات اللي عندهم فيتامين D ناقصات يكون عندهم تساوس أكتر ولكن ماشي هي رغير علاش حيث الفيتامين D هي ماشي فيتامين هي برو أغمون هي تقريبا تدير العمل هورمونات ذاك شير لشان النساء تكون عندهم أتياني ومحد للسونسور ديال البيتامين D ايا ايا اغلب الوقت كان قابل ناقصات هما النساء أكتر من الرجال ولكن ما بعدش فتقريبا كده و 80% 81% 80% 80% نساء وشي 78% ديالرجال تقريبا في العالم كامل كي ينقص ديالالفيتامين D هي برو هورمون مغير صحة ديالالالكالسيوم حيث هلثت مكنا باش نديرو متصاص ديالالكالسيوم في المسران هلثت مكنا باش نديرو تتبيت ديالالكالسيوم على العظام ولكن عندها تضع في الموقع هلثت شوية نخط كيفاش نحافظ نحافظ في البروتوكول ديالالكوفيد اللي بحيت كان في البروتوكول التيرابيتيك تنعطيو الفيتامين ديالالناس دونك عندها دخل في الماكروفاج تتعطيونا المناعة والتيصوبونا الجهاز المناعي ديالالدات وعندها دور تفل وقاية من بعض الأمراض اللي منهم سرطان فدراسات تبتات بنا كنا على قامة بين الفيتامين دي والوقاية ديالسرطان ديالالكولون مثلا الفيتامين دي و سرطان بخصطات عند الرجل و أخص أخص الفيتامين دي و سرطان ديالالمرأة ديالالتادي ديالتادي فهنا القيناة بنا تقريبين قاية سيدات يعدون سرطان دي يعدون نقص الفيتامين دي و سنعرفو حنا سيدات التي تبعو الدواء ديالالسرطان ديالالفيتامينات إلا الفيتامين دي فهي ضرورية ياخدوها مرحلة لازم لازم تخذ الدكتور الولي النسبة الطبيعية اللي خصة تكون عند الرجل أو عند المرأة ديالفيتامين دي في الجسم ديالهم فهي تكون ما بين على حساب أنواع الميكرو مال و الميلي مال فتقريب بين 30 تلمية فإلا كانت نقصة ما بين 20 و 30 تنقول نقص لكارونس ما بين 20 و 10 وتنقول نقص كبير نقص إلا كانت قل من 10 و غالب الأحيان سنلقوا بزاف الناس عندهم قل من 10 هل هل هي المصدر الرئيسي للفيتامين دي هنا لا ليس المصدر الرئيسي لأننا تتفل المأكلات كل نهار هنا سنلق لأنواع الفيتامين دي كينا الفيتامين دي دو و كينا الفيتامين د تخو شنو فرق بيناتهم وحدة نباتية اللي هي دي و الفيتامين دي دو حيوانية لأنه هذا هو الفرق بيناتهم الفيتامين دي دو أحسن امتصاص كالفيتامين د دو و لكن هما بجوج في الدات تتحول الكالسيتريول التي تقول لها الفعالة الفيتامين د التي تعطينا هذه المنافع كلها و كل التي تحولها تحولها الكبد وتحولها الكلي و تتحولها وتتخزن في الخلايا الدهنية وضح لنا النقطة دكتور أنها تتخزن في الخلايا الدهنية اللي ما فهم المصطلحات التبوية فين جود خلايا الخلايا دي نادي الدات حيث كلنا وحد الخزين دي الخلايا الدهنية وخلي ضعيف المرأة تكون فيها ما بين 18 و 30 في المئة دي الخلايا الدهنية حيث أساسية باش نعيش باش نصوب الهورمونات خسنا والخلايا الدهنية تتخزن لنا شوية الفيتامين دي حيث هي قابلة للدواب في الدهن دكتور اشتمن سناخد مكمل غدائي الفيتامين دي وحنا هنغن هدرو عليها خسنا دي ما يكون مع مواد الدهنية سناخد ها تكون زيت وناخد ها مع الماكلة باش تخلط مع الدهنيات باش يكون عندي امتصاص اللي هو افضل اذا كين دي دو وكين دي تخوا وحدا ناباتية وحدا حيوانية دي تخوا هي احسن امتصاص لهذا فكل ما هو بحر جاي من البحر بحل السردين بحل السومان بحل واغنى شيء من الفيتامين دي تخوا زيت الكابيد المغي واحد الحوت سبيتيا المغي تديق زيت الكابيد دي غني جدا بالفيتامين دي تخوا فتقريبا السردين السومان هدو هما احسن المصادر للفيتامين دي تخوا ولكن طولتين بالفيتامين دي تخوا زينب تيجيو من تعرض الاشياء الشمس واخر شو المدى المنصوح بها من تعرض الاشياء الشمس طريقة صحيحة واشتها انه لو بغيت ناخد الفيتامين دي نقرأ المرافق دي نطلع سرول هكال ركابية نقلس واحد فامين و اللي كينا واشتها يؤثر على جودة الفيتامين دي تناخدوها من أشعة الشمس يؤثر علاج حيث الفيتامين دي خسنا حاجيات يومية تريد ماشي حيث تشمس في فاصل الصيف كل فيتامين دي هندير تشمس في الوقت دي التشمس الأكثر تشمس تشمس ما بين الوحدة والثلاثة العشية ولا تولد ساعة النصف ساعة يومين في الاسبوع ولكن مخصوش يكون مخصوش دي طنوبيل دار فكل نصف متر تشمس ماشي كل نصف متر تشمس حتى المرفقين ونقلصو نأخذ القصد الفيتامين دي يفوديغ كبكريا زينب كانوا شي حويجات تبدلوا اليوم نحن نفوحنا المساحة ورجعنا تنشدوا البالكوات وتندخلهم في الدار وتنشدوا ما خلينا شو ما خلينا شو حد ليس باسفين نكونوا في موضوع مخلينا شو وكانوا العادة تبدلوا كناتانو شو البحر في الصيف وقت امشيوا للغابة واخد يكون البرد تمشى بشتخده تتخير تتخير لعب في الجردات لبال يومرا كعرفتي جرئيين جرئيين تتخير في الدلم ودخل في الدلم وثالثا البنيان ديالنا فهذا المبكري كان عندنا الرياض وشنهو الرياض تبالك الدار ما فيها تشارجة مستورة ولكن كنا الدوايا كنا الدوايا تتدخل بزائب جدا تدخلوا السيدات وللناس تكونوا قلسين في الدوايا تنقي وتصوبوا تكون تعرض دائما الأشياءات ديالشمسة هدو حويجات لي تبدلوا وطلع نشر في السطح وبطلع نشر من السطح هدو كله مادة بعد مرات نشوفوا الدار الداخل تقولوا الأعراض تبانوا صعبة وتتبان دكتور نوالي غير ما نساوش نفتح القوس بالليمليكة تخرج تقلب على الفيتامين دي لا تنشرش تدير كريمة للحماية من أشعة الشمس في جميع الفصول أو لا تغطي الراس ديالك لتفادي أنك يجوك تصبغات على البشرة ديالك وحنا عارفوا باللي التصبغات ياخدوا مدة طويلة في الإلاج وشوف تشوفوا وشوف تتخلص منهم أو لا وبتأكيد فالشعر محي والتي دوز الفيتامين دي ستتتغ واحدة ديرا الوال واحدة ما ديراش الوال ديرا ان كاسكت ما عندو تعلاقة سيلابو 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 وشوفة الوجه محي هي ستتغير مفاصل ستتغير المكان الأكتر اللي مكلنا نسنعو فيه الفيتامين دي دكتور لوالي نقص الفيتامين دي عندي كسيداتكي لعبلينا للمزاج ديالنا بتأكيد لانا قلت تغير مفعول الهرموني ديالها نعم معلوم ماشي هي تلعب احنا الدراسات شنو تبتات كل ما تنطلعو في الخريطة ديالعالم ستتغير شو البولنخ كل ما تستيهلك موضادات الاكتئاب أكتر علاش حيث الفيتامين دي بروهومون شنو تدير ليها انفات تي اكتيفلياق واحد الحمض أميني أساسي اللي اسمي شو التريبتوفان اللي بيه تنصوب المادات السيروتوني اللي هو هرمون السعادة ماشي مع الاكتئاب ولكن شو واحد يأخذ موضاد الاكتئاب ليكو ماد يزيني بيه تغير كابتورة سيروتوني وما كان عنده نسبة للفيتامين دي ناقصة يكون غير فعال موضاد الاكتئاب فان نقصي الفيتامين دي والالمانيزيوم يقدر يأثر لي على نجاعة الهد فبالتالي مهم ومهم بزاف يكون لطول الفيتامين دي ناقض الموغال ديالي ومشهر الموغال صحة المفاصل ديالي والأيضام تنعصوحنا تريبتوفان تعطيني الدوبامين وتعطيني الميلاتونين تعطيني ثلاثة ديالي نورو ترانسميتر تعطيني نعضو نقص فيتامين دي تكون عنده مشاكل في النوم تكون تيرابات في النوم الدوبامين تكون عنده العياء وعادة هدرو على الحريق في المفاصل على التنمال غالبا لنقص فيتامين دي سيد الحامل اللي كان عنده نقص فيتامين دي هل فترة الحمل غتكون بأكتر ألم بنسبة لها واش تقدر تخرج ما بعد الولادة بحاجة لإلاجات مستعجلة قبل ما تحمل اليوم تم دولة سيبليمنتازون فيتامين دي ابتداء من 4 دقائق من 4 سنين وستنعرفو الأطفال اللي سيعطيوها لهم فلا نيسانس واليوم رجعوتي المواد الغذائية سيبليمنتا بحالبا بعد دول متقدمة يديروا فيتامين دي في الحليب في الفاغين باش ميكونش هاد نقص حيث علاش كانوا واحد المارات كبير اللي كان سميتو الكوساح اللي كان تيجي من نقص الفيتامين دي والحمد لله مبقاش بزاف بلدنا حيث كان تقويم الفيتامين دي وتعرفو حنا تتعطى الولادات في المراكي الصحية في البلانيفيكاسيون فاميليال تتعطو داك لدوز دو فيتامين دي المرأة الحامل المرأة المرضع والأدوليسان اللي في النمو الكبير هما أكثر احتياج الفيتامين دي وتعويض حيث كان ينجوج انواع دي التعويضة زينا وبيهم الخطمه دكتور الوالي لأنه ساني لوقت لفقرة حيث كان ناسية يهدور على ذاك الشوكات التي تتخذوه مره في شهر مره في 15 اليوم وكان كوتيديان فدراسات تبتات بنا ما فنشي لا بغيت نطلع لوتو لا بغيت المفعول الصحي فنأخذ كل نهار الحاجيات ديالي وكما تكون سوفور مويلة ديغوت تازي شكرا لك دكتور كانت تكلمت على هرمون السعادة سيروتونيين هرمون السعادة أموما ما يمكنش يكون فقط سيروتونيين في الحياة ناس طيبة تطلقها غا تطلق لك هرمون السعادة ديالك حديد جميل مع أصحابك من كاش تخيلو فاش كنقسفو احنا ونبيلة وكريم في الكواليس كيطلع هرمون السعادة لأنك هنا مودة ومحبة تخرج تمشى تعرض لأشعة الشمس اضحك فرح كن ممتن كلها تعاونك أنك تطلع هرمون سعادة في الحياة ديالك شكرا لأنكم تابعين حلقة اليوم الحديد دابة مع الناس اللي لا بغي يخطيها خطوة يمشي يجيبها خبزة ملحانة يقدر يكون فيه تردد وش يعتبر مرض نفسي وش خسنا نلقى وإلاجات هل هما محتاجين للمرافقة ولأي درجة الناس اللي كيعيشوا في تردد دائم تضيئ حياة ومتضيئ وأشياء مهمة في هذا الحياة أسئلتنا نطرحها على نبيلا بنوحود وراح تلبير نبيلا بنوحود كيفش ممكن نعرف الشخصية المترددة؟ هي واحد الشخصية اللي عندها صعوبة كبيرة افتخذ القرار في أبسط تفاصيل حياة ذاك من اللي قلت سيلا بغي يشري الخبزة من الحالة تقدر يتعلم؟ تماما ممكن يفكر واش مشي دابة ولا مشي من بعد واش ضروري نشري الخبز واش من نوع من خبز وواش نتسنى واش مشي بوحدي واش ندي معي ايش حد وذلك هادشي كله واك يدوس في واحد فحاكسونت سيقونت في دماغ هذه الشخصية الدرجة أنك تقولي حياة كلها فيها القلق وفي هاليزيتاسيون وبيانسو من كيكون القلق كيكون بزاف دي المشاعر السلبية اللي كيكونوا مرتبطين بالقلق دونك هنا يا كيقولي مشكل بصح في افتخاذ باش ان الشخص يخطي اي خطوة الامام دونك يقولي في عنده بصف دي التردد هل هو شخص تربى كيش يكولي في قدراته او لا تربى لأنه ما تعلمش كيفاش ينظم الاولويات هلو عنا اربع دي الاشياء اللي كتخلي هادشخص يكون متردد بصح ان كينا المسألة دي التربية المسألة دي التربية كنكونوا علمنا هاد الشخص اللي كان الطفل انه ما يتاخدش القرار ما انه ما عندوش الحق يتاخدوه ما كيعرفش يتاخدوه كيولي كيقول بان القرار ليس من حقي دائما شخص اخر هو اللي كيتاخد لي القرار في بلاسي ثاني الشيء هي التقى في النفس هالتقى في النفس ممكن تكون ديجا كانت مكتسبة ولكن ضاعت لان الشخص كان مثلا داز من تجربة من تجارب سيئة في حياته وما قدرش يتخطاها دونك تربط هديك العقدة ديالانا صافيا ما باقش عندي تقى في نفسي ما نديرهاش ثالث حاجة كين الخوف الكبير من الفشل دونك اي حاجة بغيت نديره لو كنت خايفة نفشي فيها كانولي كانت تردد وكندير بالنقص لانما خايفة انني نواجه نفسي ونواجه الصورة ديالي كإنسانة فاشلة دونك ما كان قدرش نزيد القدام وحاجة واحدة اخرى في التردد انه ما عنديش المعلومات الكافية باش انتاخد قرار دونك هنا اي هاد الاربعه ديال الاشياء اللي كتخلي الشخص يدخل في هديك المرحلة ديال التردد يعني باستمرار وهي اللي كتطلع ديال القلق ونقدر نمشيه بعيد كان بعد الحالة كيكون بنادم كاغيمه كيقدر نوصل مرحلة الكتئاب لانه ما قادرش يزيد القرار شخص المتردد وش هو شخص لا يعتمد عليه هو كيف قد اتقى التنموح هو تقدر يتعتمد عليه لاخدت انت القرار في بلاسه تقول له اصير طبق اكزاكتوه ما ما عندوش مشكله هو يرتخد القرار هو غد يشتغل ولكن المشكلة دياله وانه ما كيكونش عنده لابخيز دينيسياتيف يعني ما ممكنش تكون مبادرة منه هو ما يقدرش يتحمل المسؤولية ديال القرار دياله دونك ديكو ما تياخدش القرار فاش كي انتقاجه معاك ولا كي يلتزم بشي حاجة هير قولي ليشنو غد يدير را غد يديرها ولكن هو يعني عندو بزاف ديال المشاعر داخل دياله اللي كتوترو كتخليه ما قادرش ينعز ما قادرش افانسي مثلا لكن تقدر يفكر بانه غايجي مثلا عندوش يحد دفتر معا الصباح يقدر ما ينعزش ايشنو غد ينوجد الفطور هل هو مرهق نفسيا؟ هو مرهق ويرهق نفسه علاقته بموحيطه شخصا متردد كيفاش كتولي علاقته كان مجوج له مجوج مع الوليدات الى كان عندو وليدات او كيفاش تأثير مع الخوت مع الصحاب مع الخدمة ينسو مع الخدمة را مشكل كبير الى كان في موقع اتخاذ القرار را مشكل انه ولكن شخص غير قادر على اتخاذ القرار تيولي كان ضنو بانه شخص غير كف ممكن ميكونش عندو علاقة مع الكثاءة ولكن بكو بروس مع ذاك الخوف اللي كي حبسوا من تحمل المسؤولية مع الاطفال ديالو كيولي كيعطى واحد المثال سيء يعني هو مقدرش يتخذ قرار كيفاش غير ربيه الاطفال انهم يتخذوا قرارات وكيولي هو ماشي ايجابي بالنسبة الاطفال ديالي يعني يتخذ قرار في حياة ولادو كيولي مشكل حيث من كيكون صغر احنا اللي كنتخذوا القرارات دونك اولا كيولي كيدليقها لكونجوان كيولي الاخر ولي كيتخذ قرار دايما كيبان بانه هو كيخصن مليو عليه دايك شي اللي هاد يدير مع الابان ولا مع الخوت ودايك شي كيتخذ النظرة ديال مجتمع ليك كشخص ما كتقدرش تاخد قرار لانه هو المشكل بدات ها هو غايت تاخد ولكن بالنسبة له هو دائما محتاج انه يتشيكي معك محتاج انك تعطيه ان عنده الحق هو مشيكي يعني انه شخص غير دكي هو شخص دكي هو شخص حساس جدا وهو خايف من هادك الخطوة الخطوة سخته إلا كانوا عنده واحد الكنسيكنسيين يعني إلا كانوا نتائج سلبية هو بالنسبة لي راما كيخصهاش تكون إذنك هادك المشكل ديال البرفكسيونيزم او اللي كيحاول يكونوا شخص ميتالي هو اللي كيخليه كيطح هاد المسألة بصفة مستمرة وبينسور كيولي الناس اللي ضايرين به كييعانيوا من هاد المسألة الناس اللي ضايرين به هالي ممكن يبعدوا قريفو اختمانة لوقات واش ممكن يكون لانك نعرف محنا اللي كنكتبوه فولي ذاتنا كيفاش غادي يكونوا كيكونوا ورقة بيضغ دايما كنقولوا واش ممكن يعاديهم اخرجوا أولادو مصارددين في المستقبل او لا ينفروا منو يبعدوا قليها او لا يبعدوا قليها كأم هو ما كين يجوش للأشياء رددين في المستقبل او لا يبعدوا قليها كأم كين شخص واحد اخر كيتاخد القرارات في بلاسه حنا دايما كنشاهدوها مثلا من كتكون الام ما كتاخدش قرار ودايما الاب لي كيفرد مثلا جميع القرارات واحد لوقيت اولادها كيشوفو فيها واحد غضره دونيا فولا علش انتي ما كتاخدش علش انتي ما كتهدريش يعني ممكن انت تكون المرأة كتاخد القرار والرجل لا دونك هنه كيكون احنا مجتمعنا شوية صعيب في بعض الوقات مثلا متى يكون الراجل ما تقدرش يتاخد القرار وايزيته كيقول لي كاغيما محط صخرية محط استهزاء وكان بده وكان يقول لي لا رأى واحد اخر هو اللي كي يماني بيلك انه ما عندهش علاقة ما عندهش هو عنده علاقة مشكلة شخصية هو عنده مشكل مع النظرة دياله نفسه والنظرة دياله مجتمع ليه دونك هو اشاك فوق يبده كيفكر كيفاش غيشوف فيه وكيفاش غنشوف فراسي سي جاميسان مرش با اي دونك هنه يكتولي بصح بحالك يدور في حال الحلقة مفرغة وكيخصوح الناو من المساعدة باش يقدر يأفنسي كيفاش ممكن تساعده شخص متردد في الحياة انه يتخلص من هاد الابع لانهار على نهار كبير رأى صعبة 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 تقيلة تفكر ابسط حاجة تديرها كيفاش عندك ولا توقع اولا تدير ولا هادي واش قرار صح كيفاش قدروا نعاونه اول حاجة انه الشخص خاصو يوعى بانه عنده مشكل بنادرة مشكل وابيان السرعي مشكل عنده حال ممكناش حاجة معداش حال في الدنيا دونك مشكل انفوك يوعى كيمش يفهم انه نجات واش من التربية تربع لواحد المثال اللي هو فتت غير صالح دونك هنه يا هاديك التربية كيحاول يدير غميزان كيالنا وخا احنا تربين يعني كيخصنا نتصالحوا مع الاباء ديالنا وخاصنا نفهموا بانه را كل واحد كنت يقدر على ذاك الشي اللي قدر وليك يدير ذاك اكزاكتبان هناك يوليش شوية ديال المساعدة النفسية ثالث حاجة خاصو ينستالي واحد لك خوايانس اللي هي ويلة فشلت شنو غاي وقع داعه؟ انا سببوزان درج واحد الخطوة وفشلت فشل داري وخانا ما كان حملش كلمة الفشل هي نتيجة ديال واحد القرار تخطو هديك النتيجة موجوز انا نجاحك اكزاكتبان ومن بعد وش هي فيها موت شخص ما وش هي فيها تنقفو الحياة ديالج نو فيها تجربة اكزاكتبان وغا تنود افكتبان وغا تقوى يعني كتنود اقوى واحسن وكتولي فهم بزاك الحويش حاجة واحدة اخرى ان هاد الشخص ممكن يتعلم انه يبدك يتاخد القرارات يعني بصفة تدريجية مثلا انا بغيت نخرج نشري الخبز كان فكر واخا اشو غا ديالبس غا ديالبس واحد الجوغين ولا غا ديالبس جلبة ولا غا ديالبس جين وكان اختار واحد الحاجة يعني كانوا اللي اشاك فبغيت ندير شي حاجة كان دير قدامي ثلاثة دير الخيارات او اللي غير جوج لان تردد ثلاثة كيو اللي تردد كبير كان دير غير جوج ماحد دي كان اختار بشوية بشوية كان افانسة مثلا واحد جو سيبا سانوزي التاريفة اننا مشينا مع اشي واحدة صاحبتنا باش تقدى الحويش راكي اللي كان دير ستين ماجازن باش تشري قاميجو ما كتشريهاش ولكن تنتي شخصي غير مترددة كتعصب يكتقول احنتي بقربة بخشل خشمانك دونك انا خستة تسوي الراسها اش من قاميجو بغيتي واش طايير ولا سبوخ اش من لون اش من كوب اش من قاميجو اش من قاميجو اش من قاميجو تقولوا ان انا بي لبنى اننا نكتب عموما تدوين منصوح بمنطرف الاخصائيين واخبارات باش نتخلص بزيف دي الحاجة كنا في الحياة دينا القلق الزيد اللي قدر يكون ناتج التردد الخوف واش انني شخص متردد ونكتب قدامي دك شو اللي انا متردد غير اون ان صورة تكون اوضح بالنسبالي اياه؟ بيانسور اي حاجة انا كنواجه بها نفسي اي حاجة كنبوح بها النفسي كتتعاوني انني ندير واحد خمسين في المئة ديالطريق كنمشي فيها اي دونك اوتوماتيكمو كنولي كنناخد القرار انني غادي نافانسي الكتابة شي حاجة مهمة غير هي شخص متردد ممكن يتردد انه يكتب ولا ما يكتبش دونسوكو يعطي راسو اختيار وجودوية عارفنا باننا نقدروا نسجلو بالتليفون ديالنا وحول ميساج متران واتساب لنفسنا نسجلوه يعني اي حاجة سهلة لنا نديروها حيث المتردد تطريقة ديال القيم بشي حاجة تقدر تخليه كيتردد المهم في هذا الشي كامل هي انا خصنا نعارفو بان الصورة ديالنا لنفسنا راح حنا اللي كان كان علي مانطيها بديك الشي اللي بغينا هي ما عنداش هلا قبديك الشي اللي كيصفت لي الاخر انا اللي كان عطيه الصورة اللي كيصفت ليه هو اكزاكتم حلا كان ما كيراسي تنقول يشوفني وكي يشوفني كيرجع لي ذاك الشي اللي عطيه دونك إلاك انت كان نظن بان الاخر هو اللي قمعني او اللي دار لي عدم تقاف النفس او لما عاونيش نتاخد القرار خطأ انا اللي وصلت له المساج على اساس انني ما قدرش ندير هاد الاشياء كلها دونك نبدك نخدم بشوية بشوية على راسي باش نقدر نعاون راسي نخرج من هذيك الصورة النمطية اللي خلقت النفسي واللي هي اكزاكتمان لانهي تو سمبل ما لغيفي لا تغدي الواحد الابير وحنا يمني كيكون هذيك الخوف القلق الرهاب هاد شي كله ديك الانكسيتي را كتبلوكينا دونك نفهمها باش نقدر ناوانس وخير صديق لنا ونفس ناظر مرا ماشي نتنو حيط الاخر ممكن نقول لنا بطريقة اللي تجرحنا اللي تقزمنا اكتر اللي تخلينا نزيدو وعلا خس انفو كنشوف راسي زد فيش شوية كنفراني كنقولش كندير ترددوك على بزاف ديال الحاجات في الحياة غي خليك تدوز من حدا بزاف ديال النجاحات و بزاف ديال الحاجات اللي كان ممكن تخليك سائد فقط لانا قلتي وعندك وكيفاش وإلاش وقالت صدق ولو ما تصدق اخويا ايشا صدقة مرحبة والف مرحبة وما صدقتش مكين تشي موشكي هتكون تقلمتي منا حاجات تقبيه غتكون خلاتك أقوى غتتبانو الكشي حاجات بصورة أوضح من الفتا انك ترددوك على قاس بلاستك العالم كلو كيزيدو التقالس في نفس البلاستك وانا نزيدو القدام ماشي مقاوغاسن في بلاستنا احنا دير 15 عام ماشي وما احنا دير 20 عام ماشي وما احنا دير 40 عام وماشي احنا وما احنا دير 60 عام نك تخلص من ترددك في الحياة على أبسط الحاجات واش نخرج نجيب الخبزة أو لا لا واش نمشين عن جارتي أو لا باش تقدر تخلص من ترددك الكبير على أكبر مشاريع حياتك جراء وزعم وان شاء الله ما يكون غير خير شكرا لك دكتور ويالي شاركتنا بحضارك مشاهدين الكرام شايتنا اليوم مشاهدوها فقرة من يتشاف مشاهدين الكرام مرحبا بكم اليوم غادي الوصفة جديدة الوصفة جديدة اليوم هي تشورس المقادر غادي يحتاجو خيط بيت بيت زبدة كارثانيدة والماء وبينسر الزيت باش نقلب غادي يحتاجو أول حاجة الماء وانديرو فكاتر هنا بشيسخن بعد يزيدو اللي الزبدة وسكرسانيدة نقليوه نقليوه حتي يدوب بعد ما غالك لنا زبدة والماء والسكر غنزعليوه وغلقوه نحركوه حتى نحص على واحد العجين متماسك نفون نديرو الفرس نيزو نمتع من فوق من العجين ونحركوه كثيرا حتى نتماسكوه موسيقى 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 نفعل العجيني بداية تمسك لنا بل أحسن نحلو فوي ونكملو بلا سفاتر هنخلي بولي عجينة جالتنا حتى تبرد من بعد أغادر نزيدو عليها البيض من بعد ما برتنا العجينة جالنا غندوزو باش نزيدو عليها بيضا نحركوها مزيان من بعد غندروها في البوش وغندروها في مقلة اللي سخنا فيها الزيز باش نقلوه وخطبا لكم العجينة شوية جارت في الأولوة ولكن لا استمر لتفتحرك أرا غادي تعود بجمال ده بغا ناخد العجين وغندروه في البوشات بي باش نضغل القلب موسيقى 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 من بعد ما تخلينا زاد يالنا ونضوزو باش نديرو هاد العمال يالي كبما كتشوفو هتقدر فوش هتخرجو فيه للعزين و هتقطعو تخلي واتكت الشكر واللحزم تقدروا تديرو كبما بغيت انا خليو اللي تروس ديالنا حتى يتحمرو ونبعدوزو بتخديم بعد ما قلينا تروس ديالنا بدرنا فيه شوية جلساني ده تقدروا ترتكوه فيه شوكولا كيجيرا ايه وفصحورا مرحبا بضيفنا فقرة استشارات قانونية الأستاذ لحسن فراح المحامي بها يقدر بيضاء مرحبا أستاذ مرحبا سهلا كيف الحال؟ الحمد لله حديثنا في استشارات قانونية على موضوع عقود التسيير الحر أستاذ فراح ما هو مع عقود التسيير الحر؟ كيف يمكن تعريفه بوحد طريقة بسيطة للمساعدة؟ بسيطة ومساعدة عقود تسيير الحر هو كيكون واحد الشخص عنده أصل تجاري عودتاني رجعوه شنو هو الأصل التجاري؟ أصل التجاري واحد الماحل كتباع فيه واحد الخدمة ولا واحد السلعة ايه؟ اذا ملاقشنو هو الأصل التجاري؟ واحد سيير عنده زبائن وعنده سمعة وعنده اسم كيبيع لك الأصل التجاري بياله؟ كيبيع واحد حاجة هاد المجموعة هاد المجموعة واحد عنده حانوت عنده قاوة عنده شركة عنده معمل هادو كلهم أصل التجاري لذلك معناه الغاية منه شنو هو كيبيع واحد الخدمة ولا واحد السلعة كيبيع هالواحد زبائنة ذياله؟ اذا شكتعرف؟ كتعرف واحد اسمية وكتعرف واحد الماحل بالنقاوة ذياله ولا بالذيكور ذياله كتمشي لهذا أصل تجاري واخ وتعرف دياله هادوا والتعرف ديال الأصل التجاري ولكن العقدة تسيرة الحرة شنو المقصود دي؟ المقصود مالك يكون واحد الشخص عنده في الملك دياله واحد الأصل التجاري نعده واحد السيد وصايفه واحد القهوة مزيانة صايبها عدة اسمية ديالها عنده شي ناس كييجي ويحضروا واحد 20 ديال الناس ولا 40 ولا 100 ولها وعندها الموقع ديالها وعندها هذا أصل تجاري صايفه شخص خلقه هذا الإنشاء والخلق للهد الأصل التجاري كنسمى أنا مالك لدي أصل التجاري وخذا الأصل التجاري المالك لديه ما يحتاجه لك لا لنكمل لوريزون مونا بقامعات أنا مالك لديه 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 لهم هذا هو واحد تصير الحر أصل التجاري لديه وغاديجي واحد الشخص يقول إلى كري لي إذا لم نعطي لي لأخصياطي جميل هذا الواحده معنى هذا القوالي ديالي مصايبها أنا في سميتي رجيسر دو كوميرس في سميتي والضاربة في سميتي وغير بقى كل شيء في سميته أنا غادي نعطيك تسيير غادي نعطيك تكري في هات سيار وفي هات انت اللي تخدم الناس وانت اللي تدخل الفلوس أنا أعطيني مثلا غير ذيك 20.000 درهم ولا 30 في الشارع والله يجعل انت تدخل لك 40 إلى 50 إلى 60 واخا أستاذ مني كانت تكلموا لأنك تكري لي عقد أصل تجاري ديالك بعقد تسيير حر مثلا توسطنا راحي عندك قهوة خلينا في مثال القهوة عندك أصل تجاري ديالك قلت يا زينة بنا غنكلي لك هل من حق قانونيا بجيز قولي أنا غندير لك عقد تسيير حر وتعطيني مثلا 200.000 درهم كوشون أو 200.000 درهم معتلال أصل تجاري نترى ما بيقوش لي تعطيتني أن سيرو مزيان صور ما عطيتكش الأصل تجاري تسيرو لي عطيت الأصل تجاري تسير باش تربح نتان تان هو كنسميه المسيير الحر اللي هو الجيران وليبر غير هو ما كيسييرش لفائدتي كيسيير لفائدتي هاد الجملة اللي قلتي ولهاد نطلب لك واحد ضمانة مين الممكن علاش أنا غنكري لك مثلا واحد المحال اللي درت فيه واحد الموبيليا يمزيان مثلا الكراسة ديالو وطبالي ديالو هذا شريتهم هنا مثلا بعشرين مليون وانت غادي تكري واحد عشرة سنوات لأن العقد ديال تسير الحر يمكن تكون ربعة خمسة ستة عشرة غادي تكري عشرة سنة وتكن قول لك شو أنا غنضير معاك واحد المحضر شوف الكراسة كيديرا شوف الطبالي كيديرا شوف التمن ديالهم شوف الجودة ديالهم غادي تدخول انت عام ولا عامين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة هذك المدل اللي درنا ديال العقد ولكن من اللي تبغي تخرج ردهم اللي يتم مهومة بحال هذ الكراسة جداد هذك الضمانة في المفهوم ديالها شنية غادي نشدة أنا كده مانا نقول رغم اللي غايسة للعقد ديال تسير الحر إلا رضيتي لدي هذ الكراسة ديالي والطبايلة ديالي غا نعطي مثلا الميتين ألزل غادي نقطع لك تمانهم اللي غا نحددهم تدابة يشكتف منها اللي غا نحنون واهنا غا نحننل اننا نتحدثوا على الاحتياطات من الجانبين صحيح احتياطات اللي خستتديرها مالك الاصل تجاري والشخص اللي غادي كري صحيح اللي غايكون ديال دا كعقدة تسير الحر شنو الاحتياطات شهال مثلا القيمة القانونية اللي لا يجيب تجاوزها واش خسنين عطي كوسون او للا هل مثلا كشخص غادي نكري بعقدة تسير حر وش مثلي لكن شريكة داخل جيستيف دوك الفلوسي غن أعطيهم لدك سيدة عشرينة ثلاثين ألف درهم هل يمكن تبريرها من ناحية الضرائب؟ شرح لنا أمستد ضراحي؟ هاد المسآلة ديال الاحتياطات مالي كان قوله الاحتياطات ومعناه أن هادك العقد أولا خاصه الدار من طرف واحد شخص اللي ويكون خبير نقوله خبير في القانون ومالي كان قوله الخبراء في القانون محامي؟ ركل محامي كيلون وطير كيل المستشارون القانون اللي كيعرفها بعدها وهدوك الناس اللي كيديروا واحد العقد حيث جاء واحد سيدة وقال له نصيبه لك بخمسين درهم نصيبه لك بمئة درهم رغادي يعرف ربما يقدر يخلي الأصل التجاري دياله يخليها فيها لأنه يدروا واحد العقد ماليش الاحتياطات المدة مثلا ماليك تجي انتك تكري راه المدة انت موسيير حر رايش لانك غادي جي وتكتبدا تنمي في ذاك الأصل ربما الآمن الأول مثلا تكري واحد القهوة بخمس آلاف درهم ولا عشر آلاف درهم ربما الآمن الأول ركي الله خارج انتك تبغي تربح ماليك تدوز الآمن الثالث والرابع معنى العقد ديال تصير الحر لما وصلش لخمس سنين ولا والفوق كتلقاه ناقص سومة الكيرائية هذي راكرا معنى شي ناس كي بعض المرة كتلقى بعض المصطلحات كيقولوا الأرباح تخلص لي الأرباح وشهدوا شركة لا إذن حتى المصطلح المستألة سومة الكيرائية ديال تصير الحر وتسميه تصير حر ونسولك سؤال أخير يا أستاذ فرحي هل ممكن لشخص عنده هالمحل خاوي ياكو بغا يكريه وكي بداي نيكوصي معك ونديروا عقد تصير حر وتعطيني الكوستشون وتعطيني هادي وتعطيني هادي وقاتب لي لا هدو أحيوطة نافحة وما باشي الزبالة وما باشي حيت واحد اللي ما عندوش أصل تجاري ما يمكنش يكري واحد الحاجة ما كيينش يعني لاجرانس ليبر ما كان دوش فيها لاجرانس ليبر ما كان هاضروا عليا إلا يكون أصل تجاري كي يشتغل وزوبانة وزوبانة أي يقدر يكون على الميت يقدر يكون بقي ما مسجلش ولكن الرخصة ستكون رخصة النشاط تكون عندك سخصة تكون والزوبانة انت كتجي كتكري بغي تكري مثلا واحد المحلابة ما يمكنش محلابة يلا أسسها مولا بحالك وصدة وهذا هذا أصل تجاري ربما فيه على الاسم تنتخذ تكون كمسجر حر فاهم أنه هاش غادي تكري لي إلا كان فاهم المسجر كيقولك ودي شوف لكلونتيل ديالك حال فيناية الاسم التجاري ديالك وش الزمك وش الخارج أو لا لا بسؤال أخر بين ختمه في هذا النقطة أستاذ فرح هل يحقل الشخص اللي يكري لك على الحيوط ما كان لا يسمي لا يجبانا لا هذو كل لقات اللي دوينا إليهم وش تحق لي يقولك أنا غادي المآك عقد كرة وضروري تعطني واحد المبلغ حتى فرحة دخلي وغاسب قاتل ماكين هذا هذا العقد الكرة اللي قال هذه السيدة دوات تصوره نقرأه شوية الداخل هذا كاري على الحيوط إذا طلب خاستفى التفاوض وانت جاي ما شي مسجير بهذا الصيفة انت جاي تاجير بغي تكري واحد الحيوط إذا إذا طلب واحد المبلغ نقول له ديالك واش انت بغي واحد ضمانة ديالكرا شهرين تلتشور اللي كي حددها القانون ولكن شي حاجة أخرى ديالهاش ما تالا ملي كدهون ديالهاش ما شي حيث غادي نجي ونقدر ندير الأصل التجاري هاد شي الفهم فيه عنده مشكل في الناس اللي ما كتستوع مش طلبات ديال الأطراف ملي غادي نجي وانت يالله زين برك فاهم ماذا بليزان جاي واجي واحد يقولك غنكري لك حيوط وغا تخلص لي واحد مئة ألف ديالهاش ولا مئتين ألف ديالهاش إلي طرحتي ديالهاش وفهمتي الواحدة والدراح يوض ديالك عندك الكرة إلا ما خلصت لك ثلاثة شهر ديال الكرة لا تقدر تخويني وغا نكون عندك عشرين عام ها إذا شوف الزقوق اللي عندك وزيادتك ومرافت الاثنين إذا إلا كريت عندك عشرين عام برغم منك يكون عنده واحد الأصل تجاري فين وصل وما خلصت لك ثلاثة الأشهر ديال الكرة غا تتجير المحكمه كتخوين إذاً علاش غادي نخلص لك هاد مئتين ألف ديالهاش بجميل جداً نحن علاش كندو ستفرحي في النقاط حت هادشي لي أيشينه في الحياة اليومية وبعد المرات كيف ما قلتي على غفلة بنادم ما عارف شنوليه وشنوليه كيضيع رزقوه أو لا يقدر يفرض على الآخر شح موجي قانونية رمكيناش منكش يقول لي العلم بالشيء قوة وذيك شيء ليش سيروا الأهل الاختصاص تقدر جيك واحد لتلف درم والأربع ألف درم غا تعتار موطق أول محامي وأول مستشار قانوني باش يدير لك العقد بالصيغة القانونية بزيف ولكن رهي في الأصل رغا ديتهميك الثانوات طويلة غدو لقدر الله طرد شي مشكل بينك وبين طرف آخر قانونيين كل شيء مكتوب بصيغة قانونية ومصطلحات قانونية كتخوين لك تأخذ حقك شكرا لك أستاذ فراحي مشاهدينا ما تنسوش بولي صفحات الأولى رهي دايما رهي الإشارة ديالكم مرحبا بالأراضي ديالكم اقتراحاتكم البرنامجنا حديثنا في مبادرات اليوم على مراكز التفاعلية للتربية الطرقية اللي أستهتها لناخصان تعرفوا إلى هذا المراكز رفق ضيفتنا بعد لحظات نرحب ضيفتي فقرة مبادرات السيدة هودة سهري رئيسة قطاع التربية والوقاية الطرقية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ناخصة مرحبا بك لله نايبر كفيف شكرا ل La Sida مرحبا ونورة شكرا لحضورك حديثنا فقرة مبادرات كيف ما قلت على مركز أو المراكز التفاعلية للتربية الطرقية قبل ما تكلموا على هذا المراكز وعلى ما يعرف بالتربية الطرقية الناس لماذا لا تعرفوش ناخصة أو للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كيف ممكن تعرفها اليوم ببساطة وباختصار إذن الوكالة الوطنية السلامة الطرقية هي واحد مؤسسة عمومية تم إحداثها بموجب قانون 113 سنة 2018 صادر سنة 2018 وذات فعليا اللي عمل ديالها تلقى من سنة 2020 هي واحد الوكالة اللي كتجمع جوش ديال المحاوري اللي بغينا نقوله أساسيين الجانب الأول اللي كيتعلق بتحسين مؤشرة السلامة الطرقية على المستوى الوطني والجانب الثاني اللي كيتعلق بتحسين أو للرفع المستوى والخدمات المقدمة للمرتفقين مني كانت تكلموا على الخدمات المخدمة للمرتفقين كانت تكلموا على تدبير رخص السياقة يعني تكلموا على الجانب ديالتكوين الجانب ديالترخيص المؤسسة التعليم السياقة امتيحان تعليم السياقة وكذلك منح الرخص كانت تكلموا على تسجيل المركبات البطائق الرمادية كذلك على المراقبة التقنية للمركبات وكذلك خدمات مقدمة من طرف مصاريح الوكالة وكذلك عندنا المراقبة التقنية خصوصا الجانب الآن منها عبرما كتعرف فوق الرادارات إلى غير ذلك وفي الجانب هناك مجموعة الاختصاصات كذلك في الجانب الشريعي بسبب الوكالة أنها كتعمل على اقتراح وتحين بعض القوانين لدينا علاقات بمجال سلمة طرقية والمجال النقل وبنسبة الجانب السلمة الطرقية اللي هو المحور التانيد الوكالة الدورة الوكالة الوطنية وأنها تشجع البحث العلمي في هذا المجال تعمل على أنها تقوم بالتوعية وتحسيس لفائدة مختلف الفئات ومختلف الفاعلين في مجال السلمة الطرقية وكذلك المواطنين فاعلين المواطنين فاعلين اقتصاديين فاعلين اجتماعيين وكذلك الفاعلين المهنيين سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي هي وكالة وطنية كيفما سبق لي وقلت عندها تمتيلية على المستوى الجهاوي على المستوى الجهات كاملة كانت تمتيلية الوكالة وكان هناك مصالح إقليمية ومصالح عملتية فاش كانت تكلمو على ما يعرف بالتربية الطرقية شنو تنقصدو بيها التربية الطرقية أو التربية على السلامة الطرقية هي واحدة العملية من خلالها كان نركزه على الفئة ديال الأطفال الفئة قبل سن البلوغ يعني اللي فيها تلقين أو التعلم دي المجموعة من المهارات ومجموعة من المعارف والكفاية اللي كتخلي الطفل إنه كيكون على وعي بالمخاطر ديال الطريق كي يعرف شنو هو هالطريق يعني يكون السئناس مكونة الفضاء الطرقي ربما بالجانب ديال تشوير كذلك علامة تشوير إلى غير ذلك والجانب المهم هو السلوك ديال الطفل أو السلوك ديال طفل كمستعمل الطريق سلوك يخصيكون سلوك مواطن اللي فيه احترام قواعد ديال مرور وفيه كذلك احترام ديال ديال حق دياله والحق ديال الأخر في الفضاء الطرقي شنو رأيك أستاذ رفقة ضيوفنا ورفقة مشاهدين الكرام نمشيوا من خلال هذا الروبورتاج تقم البرنامج تنقل للرباط وتتابع كيفاش كتم عملية التربية الطرقية في واحد من المراكز التفاعلية تبع النخصة نشاهدوا الروبورتاج راجعين للحديث بهدف ترسيخ التقافة المرورية والتقليل من حواديد السير لدى الأطفال كتقوم الوكالة الوطنية السلامة الطرقية عبر جميع المراكز التفاعلية المتواجدة بجر ربوع المملكة على طول السنة باستقبال الأطفال المتروحة أعمارهم ما بين 6 سنوات و 14 سنة وتقديم لهم دروس نظرية وتطبيقية باعتماد وسائل ترفيهية وبداغوجية حديثة اليوم جينا لمركز التفاعلية السلامة الطرقية بعد استقبلونا المنشيطين ومن مراهة مشينا للدرس النظري وتعرفنا على القواعد اليوم جينا في الواسطة الرقمية تلعبوا بأجهزة إلكترونية بألعب مفيدات تتعاوننا بس نعرفوا الخطورة قال الطريق وكيف نقطعوه كهدف هذا الفضاء التربوي اللي تم إنجازه من طرف نارسا بشاركة مع العديد من المؤسسات إلى التعرف على مكونات الفضاء الطرقي والسئناس الأطفال بقواعد السير والمرور وتلقي الأطفال كيفية التعامل مع الوضعيات المرورية وغيرها من الأنشطة الأخرى ناخد رأي نبيلة بنوحود من الناحية النفسية وبناء شخصية الطفل إلا تربع لما يعرف بالتربية على سلامة طرقية لأي درجة غيستفد وإشنه غيستفد باختصار إلى ممكن بيانسور الزينام مني كان العلم الطفل بأنهم مكينش بوحدو في العالم يعني كاينين دي غاغي كايناشي حاجة سميسة ممنوح كايناشي حاجة سميسة متاح هي رأه مهمة جدا مني كاتكم في السنوات الأولى من الحياة ديالو نحن دباك نعرفو بأنما سنوات في المدارس لِي بروجرام اللي كايني في لأ petit سكسان لأموين سكسان سرطو شخص لأموين سكسان كيكونو فيهم بزاف دي اللي سيمولاتي يعني كيديرو طريق كيرسموها كيلبسو لبوليسي كيديرو لفدو سركولاسون باشي تعلم بأنه رأه مهم جدا أنك ترد البال توقف لمنأة وهذي رأسي أودولادو الطريق هنا رأك نعلمو الطفل أنه ميكونش عندو أندي بغدما يعني مشي أي حاجة كيبغيها كيديرها يعني إحنا يا الطريق رأهي الحياة بصفة عامة يعني أي حاجة مني كيكون واحد القانون محدد لها كيسمح لنا أننا نحافظو على شخصيتنا ونربيوها بطريقة متوازنة جدا ومهم جدا نعرفوش نوع مفهوم لانتغدير لانتغديرها مهم جدا بالنسبة للطفل في تنمية دير الشخصية دي وستدى سوهري فاش كانت تكلموه عن مراكز التفاعلية اليوم شال عددها في مختلف ربع المملكة حاليا كانت توفره على سبع المراكز على المستوى الوطني هناك مركز المدينة العيون تيزنيت الريباط تماران الحسيمان وجدا وهذه كلها مراكز التي تقدم الخدمات دي لها بوحد شكل مجاني والتي تستهدف للأطفال سواء كانوا جاءوا مع المؤسسات التعليمية دي لهم في إطار الشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية وتكوين أو جاءوا في إطار زيارة مع زيارة منظمة دائما يعني كي يتابعوا لشي جمعية وكي يستفدوا من هذه الخدمات هذه الخدمات مثلا تكوين تكون الساعة مؤينة ولنهار كامل سيدوزو كيف يتحدث؟ هو واحد الفضاء التربوي اللي كي يستقبل الأطفال واللي فيه كذلك هو فضاء تربوي في مجوعة من الوراشات فيها الجانب نداري وفيها الجانب التطبيقي بحيث أن كل ما نكي يستفعله التربيعي للسلامة الترقية فيها فضاءات يعني كتمتيلية مصغرة الفضاء الترقي بهذه الطريقة اللي كي يشوفوا على برة دي لدينا واحد طريقة مصغرة اللي في هذه الطريقة كيتبقوا فيها المعارف والمعلومات اللي تلقوها في الورشة الندارية جانب النداري كان الجانب النداري اللي هو قلنا في المعلومات وفي القواعد من بعد كان الجانب التطبيقي هذا آخر هذا آخر ورشة بعد كان ورشة أخرى اللي كان يستعملوا فيها المقاربة للعب يعني هذك طفل مثلا نعطيك نموذج فعلا نموذج مثلا كانوا العلامات ديالتشوير شافوا في الدرس النداري هذوك علامات الشوير غادي يعود يشوفهم كذلك بالورشة مثلا الفنية غادي غادي رسموه غادي لون هذوك العلامات ديالتشوير غادي يعود مثلا يشوفهم كذلك في الورشة الرقمية عبر ألعاب رقمية اللي هي مخصصة أو لمختصة في مجال ديال السلامة الطرقية عاد من بعد كيجي مثلا البوزل حتى هو نالشي هذو شي كامل باش كيعزز ولا كي كنقوم بالعملية التثبيت بالفرنسية لونك خاج لهادي المعلومات اللي تلقاوها الأطفال باش في الأخير غادي جي لورشة الطبيقية هنا غادي يتأكدوا بماذا الاستيعاب دياله فعلا واش دي المعلومة واش سعبها وتما كتكون واحد الوضعية طرقية اللي فيها الطفل ربما يكون راجل او لا ربما يكون سائق ديال درجة هوائية وتما حتي لك انتشي معلومة اللي ما كانتش صحيحة او لا يجبو تكملوها تسحولها واتي كامل كي توج إلي اسمحتي ليا بوحد بوحد وثيقة هي هي رمزية هي ما تفرغ رحبا بزاف فعلا رخصة سياقة رخصة سياقة الاطفال هي وثيقة رمزية اللي الطفل من خلالها كيبان انه اجتاز يعني هذي المصر كامل دي الوراشة الى غير دالك وانه استطاع انه يتعرف على مجموعة من المعلومات وكيديها مع هذيك الوثيقة كيعمل في هالصورة دياله وربما يعني هذي كتكون هذي سيحفظ ربما انه يشارك المعلومات اللي تعلمهم مع أوليدات اخرين في الموحيد دياله في العائلة وفي الأسرة بوي ستصنع لي ذكرى جميلة احنا كنتكلموا دائما في القسم النفسي كالقلوب لذلك الذكريات اللي كنجمعو رك يخليوا كيساهموا في صنع شخصياتنا في المستقبل وستدع زهري سؤال آخر وبي نختمو كيفاش اليوم الوكالة الوطنية للسلمة الطرقية كتطمح طور أكثر مشروع المراكز التفاؤلية للتربية الطرقية الدواء الوكالة للوطنية السلمة الطرقية كتركز كثير على الجانب ديال الاستثمار في الأطفال وفي الناشئة الجانب للتَّركية للسلامة الطرقية كيف进 تكلموا على الجانب للسلامة الطرقية جين جانب piano السلوك البشري ممكن قوموا بعملية تحسسه ممكن قمه في عمليات التوعية، ولكن إلى عمليات التربية أن فرصة وحدة هي للأطفال. وهذا الاستثمار في الأطفال يكون عبر المراكة السفائلية وكذلك عبر مجموعة من مشاريع الوكانة التي تستهدف الأطفال سواء في الوسط المدرسي عبر المواد الدراسية والحاملة أو أنشطات الحياة المدرسية والأنشطة الموازية أو كذلك عبر الأوسط الذي يوجد داخل المدرسة عبر المخيمات الصيفية، حيث أن الوكانة تشرك سنويا العمليات العطلة للجميع وكذلك فتأة خاصة بتربيع السلامة الطرقية اللي كيستفضوا من واحد عدد كبير للأطفال وانا كذلك مشاريع أخرى غير واحد نقطة مهمة من الوكال الوطنية للسلامة الطرقية الآن سطعت أنها دير واحد البرنامج ترباوي اللي كيستهدف الطفل من مرحلة التعليم الأولي يعني هناك إدماج دي المفاهم التربيع السلامة الطرقية التعليم الأولي إلى تنوي الإعدادية عبر يعني إعلان أو لا يطلق الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية إذا بالتلميذ الآن ما هيكون في مستوى التناوي غاليكون عنده شهادة مدرسية للسلامة الطرقية يالي كتبين أنه اجتاز مجموعة من الاختبارات واجتاز كذلك الدروس في المجال شكرا لك هؤلاء المعلومات اللي قدمت لنا وشرفتنا بالحضور ديالك دايما في موضوع وفي علاقة بولداتنا هاد المرة كيفاش ممكن نعلمو فان الاتيكات لولداتنا والأي درجة هو مهم في بناء شخصية ديالهم أشنو غاديستفدهم لنا وشنو مراحل تعليمهم للاتيكات مريم فلالي الخبيرة في الاتيكات جوبا لأسئلتنا خليكم معنا نرحبوا بضيفتنا فقرة اتيكات وفن العيش مريم الفلالي الخبيرة في الاتيكات مرحبا وأهلا وسهلا شو كان لازين أهلا وسهلا أشنو تنقصدو بأننا نعلمو لداتنا فن الاتيكات نعلمو لدنا بفن اتيكات كان علموهم مثلا كيفاش يقدموا راسهم كيفاش يقلسوا فوق الطبلاء كيفاش يهتموا بالأطفال آخرين مثلا كيفاش يتصرفوا مع الآخر باش ما يكونوا مع الصبيين مثلا حتى كيكونوا مثلا يعملوا واحد الفرط بين مني كيكونوا مع الوالدين ديالهم مني كيكونوا مع الناس آخرين برانين هذه حاجة مهمة تهي نخدرأينا فينا بنوحوذ طفل غادي تعلم الاتيكات بالقوائد الباسيطة دياله كيفاش يتعامل كيفاش يدوي كيفاش يقدم راسه كيفاش يتواصل مع الآخر شخصيته هل سيتعلم كيفاش يبني حدود صحيحة مع الآخر كيفاش يكبر لأنه بلي الحياة قوائد بغيتي ولا كرهتي كيفاش يتعامل كيفاش يتواصل مع الآخر 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 هادو مهم جدا في تكون ديال الشخصيتي ديال الطفل وكيتحميها من نفسها كيفاش يتواصل مع الآخر بخدام من أي سن مريم الفيلة لنقدرن نبدأوا ندى ولداتنا خمس سنوات خمس سنوات خمس سنوات كيفاش تبدأوا معهم كان بدأوا معهم شوفنا عرفوا حل حاجة باننا دابا كيفاش يتصرفوا كيف مكيحش عفوية؟ كيف مكيحش عفوية؟ ومع الناس أخي نتدغ معي مثلاً معي تصرف شيء مع الوليدين ديالهم وتواكد الله عليهم الأيام اللي كان دخلوهم في هذا الموضي الذي ديزادلت كنت أنا كانت صرف معهم بحال الناس كبار ماشي داري صغار هذيك تتصرفوا خمس سنين أو الوليد خمس سنين ماليك تتآملوا معك شخص كبير كيف يشبوا الحال؟ اكزاكتهم وكانتقولوا ههما كان دي غاق اللي خدنا نخدموا عليهم وكيمشوا وكيتصرفوا وتبك الله عليهم ما راه العلا العياد اليوم كيف يفهموا ضغياء وكيعقلوا ضغياء وكيعجبهم والخمس جميع الأباء والأمهات تمرين الفيلة لي عندهم الإمكانية أنهم يديوا ولداتهم ربما الورشات في الاتيكات نصائح تعطيها لنا كأباء وأمهات تعاوننا أننا نعلموا ولداتنا أساسية الاتيكات في المناسل نعم والله يكون في العوان اليوم الأب يكون نخدم نهار كامل وممكن تكون نخدم نهار كامل والدراري ما كيكونوس مثلا كيقلصوا على الطبلة باش يأكلوا لا في الغضاء ولا في الاشراء اللي كانت طلب اليوم هو أمه واحد لغوبة في النهار نجمع عليه مثلا نجمع عليه ونحطوشي قواعد مثلا ما كانش تليفون مثلا لأكبر لأصغار وذيك الوقت هادك عن تكلموا فيه هذيك المهمة باش وتيقولك ما كان ناكلوش احنا في أمنا آمر تنخوي تنخوي ونحطو مثلا طبلا ما كنقولش أنا عشرة ديال فرشيطة مثلا بالقواعد دياله باش ته المنظر شوفت القلصار أكثر من أشمغ التأكل هذي هي مهمة ونتكلموا مع الوليداتنا وما فيها باس مره مره نتكلموا معاهم نعطيهم واحد الوقت اليوم ما بقاش ما بقاش تهذيك الوقت نتكلم مع والدي ولا مع بنتي ما بقاش لك في عود ما ناخد التليفون ونبقا ننذهب ونشوف نجلس مع والدي وبنتي نقولوا كان قواعد قواعد مثلا في اللباس اللباس شما هما قواعد اللباس بالنسبة للأطفال اللباس نقولوا له مثلا نوريواه اللباس اللي كيقدر يلبس فالأيام عادية ولم لي كيكون ماشي مثلا عد ضياف ولا عد جداته ولا عد جدو خصو ينتبه على اللباسة دياله وهذا يعطيه واحد منظر بوزيتيف مهم واحد لماجد دياله بوزيتيف وكي بحل كي رجع واحد كي ربريزنتي العائلة دياله وهذي خصو مهم مخصولة انتما كخبراء في الاتيكات وفن العيش كيفاش كتعاونوا الطفل من خلال ورشات ديالكم على اللباسة ديالكم اللي كناعرفوية كتشكل مشكل كبير بنتسبب بزاف ديالويدات مالي كيقبلوا في المستقبل كيلي بكيقدرش يوقف في الاجتماع ويدوي الولايات الصغيرة كيفاش كتتعاملوا معها باش يتعلم ياخد اللباسة ديالكم بالله هذه احنا عنا هات خبرة هاتية تعلم منها باش ندوذوا الميساج نهاد وليدة ونهاد بنيتها اول حاجة كان عطيوها له هاتيمام كان نسمعوه كان نقول سوه كان عملوه اهه اولهية كدد وكان نعملو بانسوه كان نسميوهم ديجو دوغول مهمين مع اله كل واحد الابدور ومبعد هو هو بشوية بشوية كي تفتح وكي اعطي واحد كتتلق وحاجة راحة نتيجة كبيرة وحفظ جميع الوليدات يكونوا مرفرحاني الحمد لله الله حفظ جميع الوليدات شكرا لك فلاني شكرا لك نبيلة بنوحود شرفتونا بحضوركم في حلقة اليوم مشاهدين الكرام كلنا الشرف الرافقكم اليوم على القناة الأولى من القناة غدا حلقة جديدة ومواضيع اشتاد في انتظاركم من برنامج أسرتي شاية طيبة وتوقعوا الأخير على الأولى اشتركوا في القناة